مرحبا بكم في وصفة جديدة في قناة كوزين كوكينار وصفة الحريشات في الفرن يتحضرون بسرعة أتمنى أن أعجبكم هذه الوصفات دعوكم مع المقادير وطريقة التحضير نحتاج سميدة رقيقة سميدة رقيقة سميدة رقيقة كمية خمارة حمراء قبصة الملح بيضة بيضة قشور البرتقال قشور الليمون قشور الحامض قشور الحامض او الغرب الفاني قشور يوغورت قشور عصير برتقال قشور نصف كاس سكر سانيدة قشور مرش زيت النباتية قشور الحرشات نصف قشور الحرشات نخدمهم غير بالفورشات بيضة سهلة مرشة قشور بيضة بيضة كافية نستعمل نصف 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 بالفورشات نصف قشور البرتقال بيضة نصف نصف الزيت النباتية نضيف زيت النباتية دائما نخلط عصير نصف عصير البرتقال ممكن قشور الحامض ممكن قشور الحامض بيضة قشور الحامض بيضة بيضة رائعة بيضة نضيف يوغورت نوكهة الفاني ممكن تستعملوا نوكهة الفاني وممكن تستعملوا يوغورت طبيعي تنسموا بالحامض اولا بيضة يوغورت طبيعي نحاول نخلط العناصر هذا نضيف قبصة الملح نخلط ونضيف السميدة الرقيقة اللي عندي نعبر معاكم بالكاس العنبة يعني بالكاس باش عبرتنا جميع المكونات باش تشوفوا الكيمية دي السميدة اللي استعملت في هذا الوصفة هذه بالنسبة لكمية كيكون واحد اللي اختلاف بسيط يعني لحسب نوعية السميدة الرقيقة اللي هاتستعملوا واش كاتشربت غياء اولا لا ولكن كيكون واحد 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 يعني واحد الفرق اللي بسيط بزاف ما كيكونش فرق كبير بزاف هنبدو الكاس اللي اول يعني هنعمرهم زيان هنضيف الكاس اللي اول كيف ما تلاحظو معايا هنضيف عليه الكاس التاني بالنسبة لهذا الحريش هات الردغية كيوجدو يعني يرى ما كي ياخدوش معاكم الوقت نهائيا هذا الكاس التاني هنضيف عليهم الخمارات بجوج هنضيفهم على ديكس الميدة اللي ضفنا على الخليط اللي عندنا هنخلطوا مزيان كيف ما قلت لكم مرة غير بالفرشات هنخلط هاد الوصفة هادي كاملاء ممكن استعملوا يديكم ممكن استعملوا طراب ليداوي كيبقى لكم اختيار ممكن استعملوا حتى المعلقة يعني هتخلطوا هاد العناصر كاملين غير بمعلقة غير بمعلقة صافي هنبدو نخلط هنحاول نخلط مزيان هاد المقونات نضيف الكاس الثالث ديكس 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 بالنسبة القوام ديكس الوصفة هادي 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 кие هنحاول قوام كيف هادي هنا قيف تق قصر الرابع انا بالنسبة لي اضفت اربعة لكيسان هما اللي استعملت فضل وصفة هذه وهانتو ما تشوف القوام بده يتجمع يعني فاشكا ننخلط بالفخشات اللي انتي كي بليكم باللي الخارج كي يتزمن يعني كي تجمع ما كي يكونش سائل هانتو ما كي بليكم هذا هو القوام اللي خاص يكون في هذه الوصفة لهذه الحرشة ممكن تضيفو كااضافة مع القاديل الكون فيتور مثلا هنا استعملت انا حي تنسمت بقشور البرتقال ممكن تضيفو مع القاديل الكون فيتور ديال البرتقال او للمشماش تهيكا جيزوينة في هذه الحريشة هادو انا ما اضفتها هاش دابهنا هنخلي هاد الخالي ديالي يرتاح واحد عشرات دقايق يعني في ذاك الوقت كي يكون ذاك ديك سميد هارقيقة كتشرب ذاك الزوائل ديال داك السوائل اللي عندنا في هاد الوصفة هادي ومن بعد فاش كتدوس عشر دقايق كنحصلو على واحد العجين كيف ما كتلاحظو كيكون متماسي يعني ما كيبقاش جهري وفنفس الوقت كيكون نرطيط يعني فاش كتدوس العجين ديالكم كتكورو بان يديكم ما كيتشققش عندكم إلي شتو باللي العجين ديالكم بدا كيتشقق بين يديكم فاش كتكونوا كتكورو عرفوا بلي انكم نضفتو واحد الكيمية ديالسمنترقيقة زايدة بساف يعني كثيرة وديك الساعة فاش إلي طيبتو حرشة ديالكم هكك فهما هيجوكم ناشفين بساف وقاسحين يعني من الافضل إلي شتو العجين ديالكم ناشف بساف ضيفوا معه شوية الحليب او شوية ديال عصر البرتقال باش ترجع عندكم الكلاجينة تكون كفيفة وتكون رطيط بهاديك الطريقة كدبونو ان الحريشة ديالكم بعد ما هي طيبو هيجوه شاشين وططبين من الداخل وزوينين سافي هنا كندير الكورس ديالي يعني على حسب الحجم اللي بغيت انا أنا بغيت يكون عندهم حجمي متوسط ما يكونوش صغر بزاف ما يكونوش كبر بزاف وما تنسوش باللي هالحريشة سادو فيهم الخمارة يعني من اللي هات دخلهم الفرانة راح هيزيد يكبر الحجم ديالهم يعني كتديروا القياس اللي انتو ما بغيتوا انا هو هذا القياس اللي يدرت هذا يعني مطوسطين باش فاش كنطيبهم في الفران يلا كيعطني واحد الحجم القياس يعني الحجم اللي كتحطي كيس الواحد وحيد دياله ويكلها سافي كنكبرهم وكنديرهم في سميدة رقيقة كنفندهم في سميدة رقيقة وكنحطهم في اللطلة هات دخل الفران وكنحاول نخلي المسافة بيناتهم كنفرق بيناتهم باش فاش يتنفخوا ليه في الفران ويزيد ويكبروا متل السقوش ليه الفران في هاد الاتناء كنشعلوه 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 على مئة وثمانين درجة اول حاجة كنشعلو عليه الفق باش كندخلو الحريشات ديالنا يتشققوا يعني كنديروا اللطة ديالنا ديال الفران تكون لها العافية من الفق حتى كيتشققوا عندنا هاد الحريشات هادو عاد كنشعلو عليهم من تحت ونخليهم يتابوا على المهل كنطيبوهم على مئة وثمانين درجة هانتو ما كيفما تلاحظو رغير ببيضة وحدة شوفوا الكمية اللي اعتطني ديال هاد الحريشات هادو رأعتطني واحد الكيمية اللي مزيانة لنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل قاع هاد الكمية ديال الحرشة اللي عندي هانتو ما شركت معاكم من بعد ما خرجت الحريشات هانتو ما كيفما تشوفو فهما كيتشققوا كاملين وكيجي المنظر ديالهم زوين بساف وهذا هو الحجم ديالهم كيفما لحطوا رضا هانتو مقارنة بالكوروان اللي احتطت انا في اللاطة ديال الفرران اللي بتنشرلي هو انه تشقدون الموضوع الكويرات من الحرشات في اللاطة ديال الفرران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة